في الحياة زي ما احنا عارفين التكنولوجيا هي لغة العصرة عشان كده فيه اهتمام كبير جدا بالجامعات التكنولوجية في الفترة الحالية أو الجامعات التكنولوجية في الفترة الحالية وفيه اقبال كبان من خريج الثانوية العامة والتعليم الفني على الالتحاق بهذا النوع من الجامعات لأنها بتوفر تعليم بيناسب سوء العمل خلونا نرحب بضفنا اللي منورنا فيه الستوديو وهو الدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية عشان نعرف منه ما هو الجديد في جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وإيه هي الأقسام المتوفرة لديها صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا فنم صباح الخير على حضرتك من واردنا وصباح الخير يا مسر أهلا بك دكتور شام جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية هي جامعة يعني من اسمها هي جامعة مستحدثة تمام يا فنم عاوز أعرف إيه الجديد اللي موجود في هذه الجامعة وإزاي بيتم ربطها بسوق العمل مباشرة والصناعة تحديدا تمام هو طبعا تم إنشاء الجامعات التكنولوجية بقرار بقانون من فخامة الرئيس السيسي في 2019 كان الغرض الأساسي منها هو دعم الصناعة المحلية والعالمية بخرجين على مستوى عالي جدا من التكنولوجيين التكنولوجيين هم حاجة ما بين إن هو تعليم فني التربية والتعليم وما بين الهندسي فالتعليم التكنولوجي هو راجل قادر على قراءة كل حاجة باللغة الإنجليزية والتعليم باللغة الإنجليزية بالكامل قادر على إن هو يشوف الدزاين وينفزه ويشتغل بإيده وبدماغه في نفس الوقت ده الاحتياج بتاع الصناعة بشكل مباشر وفي كل دول العالم في تعليم التكنولوجي تم استحداث ثلاث جامعات قاهرة جديدة في القاهرة الجديدة وفي جامعة الدلتا وفي جامعة بانسويف الغرض الأساسي هو بنشوف احتياجات الصناعة إيه وبنزبط البرامج والأقسام اللي تخدم الصناعة بشكل مباشر فاحنا عندنا ست أقسام القسم الأول ده بمشاركة أصحاب الصناعة بالزبط كده وده لأنا لسه كنت هقوله زي ما حركت وقلت كده البرامج دي تم إعدادها لخدمة الصناعة وبالتالي فيه برنامج ميكا إلكترونيكس برنامج أوتو إلكترونيكس للسيارات الكهربائية برنامج التكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة ده اللي تنشأ فيه الأربع برامج دي في الأول بعد كده جلنا الصناعة قالوا والله إحنا عندنا أطراف صناعية ده حاجة محتاجين تكنولوجيين جدا فيها مش موجودة عمالة خالص في السوق فاستحدثنا قسم برنامج جديد اسمه تكنولوجيا الأطراف الصناعية بعد كده هيئة البترول السنة اللي قبل اللي فاتت هيئة البترول محتاجة تكنولوجيين في مواقع الانتاج لنقل وانتاج البترول فتم استحداث برنامج تابع مع هيئة البترول لموضوع فبقى عندنا ست برامج السنة دي إن شاء الله إحنا شغالين مع وكالة الفضاء المصرية لأنها محتاجة تكنولوجيين على مستوى عالي لصناعة الفضاء مش بس داخل الوكالة ولكن أيضا في المصانع في جميع المصانع اللي هي تقدر تخدم على وكالة الفضاء المصرية فجاري حالين إعداد برنامج كامل لتكنولوجيا صناعة الفضاء حلوة هنا أنه زمان كان الواحد مثلا يدرس أيا كانت كلية بعد كده نتخرج نقعد بالسنين نشوفها هنشتغل إنما هنا إحنا شايفين سوق العمل محتاج إيه وبناءنا عليه إحنا بنبتدي نعلم الطلبة الدراسة دي والمناهج دي فيطلعوا فعلا الشغل القرية دي مستنيهم وفعلا موجود إقبال بقى الطلبة على الجماعات وكليات التكنولوجية دي تمام أنت خلييني بس نسك الجزء للجزء لأنه كان مهم جدا إن فعلا إحنا بنضرب الطلبة 60% من الوقت و40% شغل أكاديمي 60% ده داخل المصانع والشركات اللي تبع لنفس البرنامج ده بحيث إنه هو يعني وين وين سيتيواشن هو بيشوف الطلبة قدامه وبيبتدي يختار منهم اللي هيكمل معاه ويشتغل وهو محتاجه وبالتالي بيبقى فيش فرص توظف من أول يوم بعد التخرج لحظة بعنا هنا عاوز أقف وقف يعني هاي قلت بيختار اللي بيكمل معاه ويشتغل يعني هنا في بعض من الطلاب مش بيتم اختيارهم دول ما صرهم إيه والله لا مش بالزبط لا لا أنا بقول مثلا فيه ناس مثلا هو بيتضرف أربع خمس أماكن في الأربع خمس أماكن دول فيه إيجادة بيبقى هو نفسه هاوي حاجة كل مصنع بيختار طلبة اللي هو عاوزه فلازم يحصل هو بيقدم عرض ممكن الطالب يرفضه أو يقبله فبالتالي عندنا كم الطلبات يمكن أكتر من العدد العدد طبعا لسه إحنا جامعة جديدة فالعدد قليل شوية في الأول لكن طبعا الإقبال من الصناعة جدير جدا فبالتالي إحنا التدريب بيبقى للطالب هو بيشتغل المهنة دي لمدة شهر اتنين فرص العمل دي داخلية أم خارجية كمان؟ فرص عمل في المصانع داخلية مصانع داخلية محملية مصانع في مصر طبعا إحنا بنحاول نعمل بقى مع جامعات تكنولوجية خارجية في اسكتلندا وفي أمريكا وفي أكتر من دولة أو في كوريا بنحاول نعمل علاقات وشراكات معهم كجامعة مع جامعة لكن بالنسبة للطلبة إحنا بنهيي طالب قادر على المنافسة في السوق المحلي وفي السوق العالمي وده طبعا برضو النظام بتاع الجامعة هو 2 بلاس 2 بعد سنتين يقدر يتخرج كدبلوم متوسط عالي يشتغل سنة أو اتنين أو تلاتة ويرجع يكمل مرحلة البكريليوس أو لو جاء فوق 80% يقدر مباشرة يكمل مرحلة البكريليوس فهو ده المرونة اللي موجودة إنه هو يقدر يتخرج ويشتغل ويرجع تاني يكمل دي مش موجود وعندنا ماجستير لا إفندم هو لو تخرج قعد سنة أو اتنين أو تلاتة بيرجع يكمل لكن هو عدد 80% خاصة هو توجه إنه عايز يكمل إلى 4 سنين مرة واحدة والحاجة التانية عنده وبرضو عندنا ماجستير مهني وعندنا دكتورة مهنية ودي حاجة جديدة يعني كان دايما التعليم الفني قاصر على إنه هو ديبلوم أكتر حاجة بكريليوس دي حاجة جديدة كمان لا فيه ماجستير وفيه دكتورة هتفتح خلال السنة اللي جاية ديت بحيث أن احنا ندي الأفق كله للتعليم الفني والتكنولوجي وهو ده المطلوب في سوق العمل أكتر حاجة وعندنا طلبات من الشركات لتوظف الأوريدي المعظم اللي موجودين حاليا حاليا كنت تكلمت عن برنامج أوتو إلكترونيكس عايزة أعرف ده إي علاقته بصناعة السيارات أوتو إلكترونيكس هو كل ما له علاقة بموضوع السيارات سواء كانت السيارات الاعتيادية المحركات العادية أو صناعة السيارات القهربائية بما لها من بطاريات قهرباء وكل ما له علاقة بصناعة السيارات القهرباء فهو يتطالب يتضرب سواء داخل الجامعة ويروح الشركات طبعا مش هسكر أسماء الشركات العالمية اللي هو يتضرب فيها لكن في مصر طبعا مش بره بحيث أن هو بيروح مراكز الصيانة ومراكز التجميع بتاعة الشركات ديت وبتفرج على كل الخطوات عندنا مهم جدا بالنسبة لنا أن هو الصناعة تدريب و60% تدريب و40% أكاديم فبالتالي الشغل عملي مع كفاءة كمان عندنا جزء عملنا الطالب ده بياخد بيزيك سكيلز وصوفت سكيلز وبياخد انجليش على أعلى مستوى وبياخد راديت أعمال بحيث احنا بندرب الطالب ده أن يكون مش بس موظف في شركة أو في مصنع لا هو نفسه ممكن يفتح شركة لأنه مثله أنه هو بيشتغل بإيده وبدماغه في نفس الوقت فقدر أنه يكون رائد أعمال ويكون صاحب شركة صغيرة أو متوسطة نعم دكتور الشام في الحياة حركة تحدثت عن فكرة منذ تأسيس الجامعة كانت أربع أقسام ثم تم إضافة قسمين جدد طيب القسمين الجديدين اللي تم إضافتهم أنا هنا عندي شعور كده أن في حالة من حالات المرونة عكس الروتيني اللي كان موجود قبل كده في الجامعات لكي أستحدث قسم جديد لا لازم أن أعرض على مجلس أعلى للجامعات لا أحكاب نعرض مجلس أعلى الجامعات يا دي أنا عاوز أعرف دي تحديداً ده سؤالي لا هو السيكوس عايك علشان تعرض وتجيلك موافقة وتأشيرة وزير وختمه وترجع الدورة ممكن أن تكون دورة العمل أصلاً تطلبها سوء العمل لصاحب المصنع الخلصة ولا هنا فيه أنواع من أنواع المرونة وما باش فيه البيروقراطية اللي كانت موجودة في الماضي لا هو المحافظة على الجودة أهم من أي حاجة تاني هو الطلب بيتم يعني ده اللي حصل السنة اللي قبل اللي فاتت في هيئة البترول طلبت في المكان فيه اجتماع لمحة بحوث البترول وبيحضور وزير البترول ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتم الطلب في هذا الوقت وتم استحداث البرنامج يمكن مش عايز أقول في خلال 3 تشهر ل4 تشهر كان لكن هو بيتم بإجراءاته الطبيعية أنه لازم يتم بمشاركة البرتنر بنحط الكريكلم والبرنامج نفسه بيتقرد على المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية وبيبتدي ياخد الموافقات بتاعته ولو فيه تعديلات بنعدلها عشان يبقى البرنامج هيا بس ده سؤال يا دكتور بيخلص أقدر أخلصه على سنة دراسية جديدة وفي حالة الاكتفاء الذاتي للمصانع من القسم الأديم هل بيتم إيقافه ممكن؟ ممكن ده ما حصلش لسه عشان إحنا جامعة وليدة ولكن ده هيتم لأن إحنا ملوش معنا نتخرج ناس ملاش علاقة بالصناعة صحيح إحنا زي يعني ده القيادة السياسية شايفة إن دعم الصناعة المحلية والدولية حتى يخريج تنافسي قادر على المعاملة باللغة الإنجليزية والسوفت سكيلز وكل ما له علاقة فهو خريج بشكل مميز يقدر يتعامل مع آليات السوق الجديدة فبالتالي ما عنديش معنى أن أنا أفتح برنامج ويتخرج منه الناس السوق مش عايزهم ده مش المحور ولا فكر الجامعات التكنولوجية جامعات التكنولوجية تم إنشاء ثلاثة خلال من 2019 السنة دي لكم الزخم اللي جي على هذا الموضوع يعني بتوفيق طبعا من معالي الوزراء افتتح عشر جامعات هيبتدوا دراسة في اكتوبر يعني التلات جامعات القديمة زائد سبع جامعات أخرى تم إضافتها في خلال السنة اللي فاتت وهتبتدي الدراسة في شهر عشر القادم احنا بنقبل عشرين في المية من الطلبة من طلبة سنوية عامة رياضة وعلم علوم فقط في قسم الأطراف الصناعية وبالنسبة للدبلوم الفني احنا بنقبل تمانين في المية من الطلبة من الدبلوم الفني فدي نسبة عشرين إلى تمانين سنوية عامة ودبلوم فني في كل رياضة معادة علم علوم في الأطراف الصناعية طب والمنح بقى كلمنا عنها يا فندي دي بتيجي من الوزارة طبعاً نحن تبقى يعني تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فطبقاً للمنح دي بتبقى منح من وزارة التعليم والبحث العلمي وليس من الجامعة نفسها لأن الجامعة تابعة ما فيش يعني حاجة تقدر تعملها من غير موافقة الوزارة في الحقيقة هو ده اللي احنا محتاجين ودكتور الشام فكرة اللي أنا أربط الخريج بسوق العمل فبالتالي ما يبقاش عندي بطالة يبقى عندي فيه ارتفاع أو أهلل نسبة البطالة كمان اللي موجودة وهنا بتكلم على بطالة من حديثي التخرج بالضبط أقدر اللي أنا أخليه هو مواكب لكل المتغيرات فبالتالي أنت بتتخرج بتلاقي فرصة العمل وممكن حقيقة قلت حاجة مهمة جداً لفتت نظري فكرة أن الطالب وهو في الدراسة بتجيله العروض ويقبل أو يرفض ده أنا شاب فيه تناكة كمان في الموضوع ده حقيقة ده حقيقة يعني حصلت أن هو الشرك جات اشتكت لنا أنه هو دربوا عشرين وهم عايزين ياخدوا من العشرين دي حوالي 13 أو 14 اللي قدموا لهم عروض رسمة أنا ما أقبلش عروض بالكلام فبييجي يواب رسمة للجامعة بأسماء الناس اللي هم عايزينهم وبختم من الشركة نفسها الشركة اشتكت أن مجالهاش غير ثلاثة من الـ 14 دول هم لقوا فرص تانية بالمناسبة هو رجل بيجي له عروض فزيه زي أي حد تاني بيشوف العرض وبيشوف كمان طبيعة العمل مناسبة لي أصبح عندي إنسان مخير ومش مصير بالضبط كده عشان القيمة اللي حضرتك بتحطها فيه فهذا أصبح ليه قيمة بيقدر يختار مع احتياج شديد في الصناعة كلمة احتياج شديد ده حرك يحط عليها كم سطر لأنهما فعلا ما بيلاقوش فتكلم عليها برامج مختلفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تكنولوجيا الأطراف الصناعية نقل وإنتاج البترول وبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة وغير وغيره كل ده في جامعة القاهرة الجديدة تكنولوجيا كل شكري ليك دكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة تكنولوجيا على وجودك معنا نورتنا ونتمنى التوفيق للجاي وأكيد للطلبة أشكر حاببك كفا شكرا شكرا دكتور هشام